افادت التقارير ان اقتراح انتاج الكمامات جاء من مايكل بوين نائب رئيس مورد امريكي كبير للوازم الطبية وبعد اكتشاف اول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الامريكية في 22 من شهر يناير تدفق عدد كبير من طلبات على هذه الشركة وقال بوين انه في ذلك الوقت كانت الشركة يمكنها زيادة انتاجها الى 1.7 مليون كماما من نوع 95 كل اسبوع كما ارسل بوين رسالة عبر البريد الالكتروني على الفور الى مسؤولين في وزارة الصحة والخدمات الانسانية في الولايات المتحدة الامريكية قال فيها لا تزال هناك اربعة خطوط انتاج لكمامات ان 95 وستكون وعادة تشغيل الالات التي تصع هذه الكمامات صعبة للغاية ومكلفة ولكن يمكن تحقيق ذلك في ظل هذه الظروف القاسية بيد انه تم تجاهل اقتراحه هذا وبعد تجاهل ورفض الاقتراح كتب بوين مرة اخرى في رسالة عبر البريد الالكتروني في 23 يناير نحن اخر شركة رئيسية لانتاج الكمامات في الولايات المتحدة واذا تفاقم الوضع حقا يمكنني مساعدتكم في حماية البنية التحتية ولكن في النهاية لم تقبل الحكومة الفيدرالية اقتراح بوين وقد جاء في تقرير واشنطن بوست انه حسب اقتراح بوين تكون الحكومة الامريكية قد اضعت فرصة الوقاية من الوباء في فترة مبكرة وبعد بضعة اسابيع تغير الوضع بشكل كبير حيث ادى نقص الكمامات الى تعريض الطاقم الطبي للخطر في المناطق التي تفش فيها الوباء بشدة في الولايات المتحدة واضطرت ادارة ترامب للبدء في شراء اعداد كبيرة من الكمامات